المشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من ملعب مختار التيتش وعقب المران الأخير لفريق النادي الاهلي وقبل ساعات من التوجه إلى قطر لمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للأندية يعني بسعدنا أن يكون معنا الكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي كابتن سامي برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي وإن شاء الله نقول لكم رحلة موفقة إن شاء الله النهاردة المراني الأخير كان حضور الدكتور أشرف صبحي ويقل كابتن محمود الخطيب أكتر من رسالة وصلوها النهاردة للعبين طبعاً الزيارة كبيرة جداً ساعة الوزير أشرف صبحي وجوده النهاردة وجود الكابتن دي بتدول طبعاً أن كل المسؤولين في البلد مهتمين جداً بالبطولة لأنك أنت بتمثل اسم كبير زي النادي الآلي بتمثل مص تمثل قارة أفريقيا بالكامل أنت بطالها أنت أفضل فرقة في أفريقيا فكانت مهم جداً أن نتقبل هذه الرسالة إن شاء الله بتموح أكبر وتصميم أكبر ومسؤولية أكبر ونعرف قدية اللي هي مسؤولية كبيرة كده إن شاء الله أتمنى إن شاء الله نكون نحن قدها ونقاتل لحد آخر نفس لنا إن شاء الله أن نعلي دايماً اسمه مصر واسم النادي الأهلي دايماً بطولة تلعب بأبطال القارات كلها موجودة سواء أوروبا، أسيا، أفريقيا، وجودنا، أمريكا الجنوبية مدارس كبيرة وتتعلم منها طرق اللعب وإزاي تلعب قدام الفرق ديت وإزاي تتعلم وإزاي تاخد خبرات لكن أعتقد إن شاء الله طموحنا وطموح لنادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي دايماً إن إحنا إن شاء الله حنعمل أقصى حاجة ممكنة وده اللي بيدينا يعني إن إحنا نعمل أقصى حاجة لنا وإن شاء الله أعتقد إن شاء الله لو قدرنا نوصل للحالة ديت التركيزيات وحالة الروح المعنوية العالية بالنسبة لنا أعتقد إن شاء الله يكون لنا نصيب إن شاء الله وإن حقق مركز كويس إن شاء الله يليق بالنادي الأهلي إن شاء الله موصل أنت تعرف دايما النادي الأهلي بمتعاود اللي هو يلعب في بطولات كتيرة ومتعاود اللي هو يفصل بعد كل بطولة أنت بتقول إحنا كنا محتاجين وقت طبعاً عشان نستعداد دواد لكن اللي هو العقل الوحيد اللي أمنا اللي هو يعني كمية الإصابات اللي هي كانت موجودة معنا يعني يعني وليد مش موجود معنا جونور كان محتاج وقت أكتر شوية فأعتقد أعتقد الحاجات ديت يعني عقل لنا لكن أعتقد الحمد لله إن برضو عندنا وقت كفاية نقدر نستعد فيه كويس بدأنا طبعاً من بعد المنبارات بيرمز إن شاء الله نكمله في قطر وإن شاء الله لحد ما نوصل لليوم المبارة بإذن الله خلينا الكلم الأول راجل لعب في البطولة دي قبل كده عارف مقدر يعني إيه البطولة كبيرة زي ديت مقدر يعني إيه حجم وقيمة النادي الأهلي وجمه النادي الأهلي يمكن من الحاجات اللي كان أول محاضرة لي من أول موجوده هنا يتكلم من اللي احنا عاوزين لنافس على كل البطولات اللي احنا بنشارك فيها والفعلاً الحمد لله حصل سواء الدوري الحمد لله سواء كاسة بطولة أفريقيا وإن شاء الله بطولة كاس العالم عندها فأعتقد أن ده طموح كبير لي وطموح كبير لنا وإنت عارف نادي الأهلي دايماً طموحه كبير جداً وطموحه جمهوره كبير جداً وأتمنى إن شاء الله اللي احنا إن شاء الله نكون على قد المسؤولة دي بإذن الله بص والله ممكن أنتو قلت نقطة مهمة جداً يعني إن لعب كتيراً ما شاركتش في البطولة قبل كده ممكن آخر جيل أعتقد كان وليد أعتقد رامي كان موجود وساعد برضو بقيت لعب أعتقد أول مرة تشارك يعني حسين طبعاً ما علينا بتكلم عن الأهلية طبعاً وفرحة كبيرة وتصميم اللي هم عاوزين يعملوا حاجة ممكننا كنت بتكلم عشين ناوة قبل تبنينا في النقطة دي ونتكلم إن احنا أهم مواتش اللي لدينا بالنسبة لنا في البطولة هو أول مباراة ليني الأول مباراة دا هي اللي بتتقربك وتدي لك خطوة أكبر فخلينا مشين واحدة واحدة إن شاء الله مباراة الدحيل إن شاء الله ربنا يكلمنا فيها ووفقنا فيها وبعد كده إن شاء الله نفكر في التموح أكبر وكل ما نوصل الخطوة إن شاء الله نوصل إلى التموح أكبر وإن شاء الله لحد ما ربنا يكلمنا ونحقق الحلم الكبير اللي مش حلمنا بس كي جمهون نادي الأهل حلم قارة أفريقياً في سهل اللي انت تبقى بطل العالم أعتقد حقه المشروع لنا نسعى له ونعمل لعلينا وإن شاء الله في الأول اللي آخر ربنا بيكتب التوفيق إن شاء الله بص إحنا تعودنا في نادي الأهلي وحتى كل جمهون نادي الأهلي مش شرطة لإنت تكون مسؤول في نادي الأهلي نادي الأهلي كبير نادي الأهلي من أفضل الانديالة موجودة في القرار مش كلام بس لأ بإنجازاته ببطولاته والبطولات القرارية اللي هو أعمالها يعني فحق مشروع اللي انت تعمله وتسعاله يعني ما ما بقولكش اللي انت تبقى أفضل من كل الان لكن انت بتسعاله وده اللي ربنا دايما بيقول لك أي اسعى وإن شاء الله ربنا يكتب لك التوفيق نسعينا في البطولات د recognized ربنا كتاب لنا التوفيق كبير في ثلاث بطولات كبار في وقت قصار جدا عندنا حق مشروع للبطولة دية إن شاء الله يا رب نسعي له ونعمل علينا حتى لو القد الله ما حصلش فرقة مميزة جدا عندهم لعيب مميزين جدا جايبين لعيبة تدعمات كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت ديات عندهم لعيبة برزيليين وعندهم لعيبة من كانيا وعندهم لعيب بلجيكي برزيلي برزيلي برضو نفس القصة فعندهم لعيب مميزة عندهم لقات قوة زي أي فرقة ونقات ضعف نشتغل على الحاجتين وربنا إن شاء الله برضو ما تنساش اللي احنا برضو بطل قارت أفريكا كاملة حققين بطولة كبيرة جدا عندنا لعيبة كبيرة ما شاء الله تقدر تلعب في أعلى المستويات عندنا سجرة كبيرة فيهم وجموعنا وجموعنا عندهم سجرة كبيرة فيهم إن شاء الله يكونوا على قد السيقة ديت إن شاء الله يحققوا وطموحهم وطموحنا إن شاء الله